ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الأعلى حفظه الله ورعاه اجتماع مجلس الدفاع الأعلى والذي عقد هذا اليوم في قصر الصخير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس النتائج المثمرة للزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة حيث أشاد المجلس برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الأعلى بنتائج زيارة التي تم خلالها التوقيع على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون التاريخي بين البلدين الصديقين نحو مزيد من التكامل غير المسبوق في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للبلدين والمنطقة بما يفتح مسارات أوسع للتنمية مقدرا جلالته حفظه الله ورعاه الجهود المثمرة والبناءة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء لإنجاح هذه الزيارة كما أثنى جلالته ويده الله على الإسهامات الإنسانية المتواصلة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء ومساهماتها الخيرة للإغاثة في المملكة المغربية الشقيقة ودولة ليبيا الشقيقة معربا جلالة الملك المعظم عن شكره واعتزازه بجميع المشاركين في عمليات الإغاثة وكل من أسهم في نجاحها كما أشاد أيده الله بالعمل الدؤوب والمثمر الذي تقوم به قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وحرصهم الدائم على النهوض بأداء واجباتهم السامية ببسالة وعزم الليالين حماية للوطن والذود عن مكتسباته وأمن مواطنيه الكرام